وقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مشروع قانون الضرائب الأمريكي الجديد الذي يتعلق بتريليون وخمسمائة مليار دولار أمريكي يوم الجمعة بتوقيت المحل ما يعد أكبر تخفيض للضرائب تشهد الأولايات المتحدة منذ نحو ثلاثين عاما وكذلك أولى الثمار التشريعية التي أنجزها الخزب الجمهوري بعد تولي ترامب منصبه هذا هو مشروع القانون وهنا نحن فخرون جدا هذا أمر رائع بنسبة للشعب الأمريكي هو مفيد للاقتصاد ويساعد شركات الأمريكية على توصيح عمالها في الخارج تم التزيق على مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي من قبل كونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب وبمعارضة جميع الديمقراطيين حيث أشار مسؤولون رفيعون في الحزب الديمقراطي إلى أن مشروع القانون ليس مجديا لزيادة فرص العمل ويخدم الأغنياء فقط حيث سيخفض معدل ضريبة دخل الشركات الأمريكية من خمسة وثلاثين في المائة إلى واحد وعشرين في المائة أما بالنسبة للأرباح التي تجنيها الشركات الأمريكية العاملة في الخارج فلم تعد تلك الشركات ملزمة بدفع ضرائب للحكومة الأمريكية بل تدفع الضرائب في الدول التي تحقق أرباحا فيها فقط كما شهد معدل الضريبة المفروضة على الدخل الشخصي والآخر انخفاضا أيضا وفقا لتوقعات أولية من قبل لجنة الضرائب المشتركة لمجلسي الشيخ والنواب فإن القانون الجديدة سيؤدي لزيادة العجز المالي للحكومة الأمريكية بتريليون واربعمائة وستين مليار دولار أمريكي في العقد المقبل لذا فإنه لن يكون عاجزا عن تحفيز الاقتصاد الأمريكي فحسب بل سيؤدي إلى تفاقم مستوى الديون الحكومية الفيدرالية وذلك وفقا للمحللين اشتركوا في القناة